أصبحت قواعد باشتباك مفتوحة بالنسبة لإسرائيل إسرائيل قامت بقتل السيد حسن نصر الله وكان هذا عمل كبير جدا أضف إلى قتل تقريبا كل قيادة العسكرية ومجلس الجهاد إلى حزب الله أضف إلى ذلك مقتل إسماعيل هنية في طهران والذي يبين أن هناك اختراق هائل إسرائيل اخترقت إيران اختراق هائل ولكن الشيء الذي يهمنا كعراقيين هو مسألة تغير قواعد اشتباك بحيث سيصبح لربما العراق هدفا للهجمات الإسرائيلية على مصافي النفط على المؤسسات العراقية خاصة أن هناك اتهامات واسعة في واشنطن وأصبحت معروفة للجميع عن وجود عمليات تهريب نفط وتهريب دولار إلى إيران وتقوم وزارة النفط أو بعض مؤسساتها بتهريب النفط الإيراني بحسب تقرير الوالد ستريت جنرل الذي ظهر فيه يوم 10 سبتمبر الشهر الماضي ولكن هناك شيء أيضا خطير أنه السيد محمد الشيعة السوداني رئيس الزراء يحاول جاهدا وبكل جدية أن يوقف هذه الهجمات التي تنطلق من العراق وهو أصبح الغطاء الوحيد الذي يستطيع إيقافها لأن الأمريكان يثقون به ويريدون الأمريكان تخفيف الصراع وبالتالي حجب إسرائيل من ضرب العراق ولكن ما يحصل أنه بسبب هذا الضغط تقوم هذه الميليشيات بدل أن تضرب قواعد أمريكية في العراق تضرب قواعد أمريكية في سوريا أو تضرب إسرائيل أو تضرب الإمارات أو تضرب الأردن إلى حد يوم 10 سبتمبر 10 أيلول الشهر الماضي انطلقت من العراق 192 عملية إطلاق صواريخ ودرونات يعني مسايرات 192 خلال سنة واحدة وقل من سنة